من أيام قليلة فجئنا بتصريحات غريبة تصريحات من الكابتن طارق يحيا المشرف على قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك السابقا كابتن طارق يحيا حاليا يتولى المدير الفني لنادي طلاع الجيش كانت التصريحات مع كابتن سيف زاهر التصريحات كانت عن قطاعات الناشئين كان الكابتن سيف زاهر بيسهل الكابتن طارق يحيا عن قطاعات الناشئين وعن قطاع الناشئين بالزمالك وكان عن موضوع التسنين كابتن طارق يحيى كان ليه تصريح غريب وعلامات استفهام حول التسنين نروح نشوف الأول الكابتن طارق يحيى قال إيه وبعدها هنعلق على كلامه موضوع التسنين التسنين ده انت لغاية خمس سنين يعني سيه مثلا إيه اتولد النهار ده ولد وانا بعد ما عداش خمس سنين وايدته يعني بعد الخمس سنين ما ينفعش ده مزور يعني تقدر تأيده لغاية خمس سنين ده قانون لما شانا اللي عمله يعني بمعنى ايه يعني ولدت ولد 2020 مثلا تسعتاشر ايد 24 اه اخر حاجة 24 ايده عنده قديه 24 ايده عنده قديه يعني ايده بعد خمس سنين يعني انه هم لسه مئده دلوقتي عنده سنة ممكن انت ليك الحق في هذا لكن بعد الخمس سنين كل سنة طيب انا جاي لحالة زي دي وانا رئيس قطاعات الكرة في نادة الزمالك تلق قطاعات انا اول مرة اسمع القصة ليك ما انا اقولك او ما انا برضو اول مرة اسمح انا مبتشة لو انا ابنة ولد ايوة ما تسمح سبته خمس سنين اروحت الله عشانت ملتنى لسه مولد اه اه موليد موليد 24 اه اه اولك ليه انا او مرعف معنوني برضو زي كده كنت او مرعف لما اشتغلت في قطاعات الكرة في نادة الزمالك انا او مرعف هذا مضوع جالي ولد نعيب كويس فاهمني هو موليد 2002 ماشي بييجي في شهادة الملاج كده تحت يعني لو الاخوة في الاعداد لو عندهم شهادة موليد اي حد في حاجة اسمها اه معاد القيد تفاهمني لو الولد جالي هو موليد 2002 مقيد جاب لشهرة ميلاد صحيحة بس هو مقيد سنة كام ايه سنة كام 2013 حاجة كده يعني حاجة يعني فاهم قصدي حوالي 7-8 سنين وقعوا ما فيش الكلام ده ده اعتبر خلاص ده ما ينفعش يلعب في سنه ما ينفعش يلعب في 2002 طالما رقم القيد مكتوب في السنة ما ينفعش لو مكتوب في 2007 او 2006 ممكن تأيده مش بتكلم بقى على اه حتة التزيور لا انا بتكلم على ممكن تأيده ممكن يتأيد ولعب 2002 لكن بعد الخمس سنين بعد الخمس سنين زي ما اتقال لي من الاخوة الاداريين اللي عندي بعد الخمس سنين ده ما يتأيدش في سنه يعتبر مش هتلاقيه ورق خلاص يبقى انت كده الرجل ده عدى السن بالمراح يعني يا كابتن انا ممكن انت ممكن عندك في الزمالك فرد 2007 تجي فيها سبع تمال لعيبة مثلا اكبر منهم بخمس سنين مش اكبر منهم مسيف انا فاهم اتولدوا 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 ما عملوش لت ميلاد خمس سنين عمل كد الناشئين اه انت ليك لغاية خمس سنين يعني ممكن يا كابتن في فريق ده اللي تقال لي لغاية خمس سنين خدني بس يا كابتن انا بقول لك اهو ما انا بقول عليك انا بسألك والله اه يعني انت عندك مثلا اتنين لعيبة عندهم اتناشر سنة واتنين لعيبة عندهم سبعتاشر سنة بس الاتنين بلعبوا تحت اتناشر ممكن بس ما ما يعديش ست سنين على قيده سيبك من الستة خلينا في الخمسة دلوقت ان الولد كان الفين واتنين اتقال لي فين واتناشر كل سنة طيب ده خلاص مش مش تبعي مش معايا يعني يروح بقى لعب فريق او لعب في اي حد تاني طبعا الكلام اللي الكابتن طاري يحيبقوله كلام يعني خطير جدا بخصوص التسنين التسنين والتزوير هما يعني واجهان لعملة واحدة ده من وجهة نظري النهاردة لما بفي تسنين عندنا في ولد بيكبر الولاد بخمس سنين او خمس سنين زي ما كابتن طاري بيقول النهاردة احنا بنقضي على الموهب اللي عندنا لما في ولد عنده 17 سنة بيشارك في مسابقة ولاد عندهم 12 سنة النهاردة الولد الموهوب ده هياخد فرصته ازاي ازاي الولد اللي عنده 12 سنة هيجاري ولد عنده 17 سنة في القوة وفي السرعة خاصة ان 12 سنة لم يتم سن البلوغ من النهاردة من هنا يعني دي علامة خطر بالنسبة لقطاعات الناشئين نروح نتعرف اكتر من خلال الكابتن هابتا وفي مدير